الرياضيات القطع النقدي والأوراق المالية المستوى الثاني الموضوع هو النقود النقود تنقسم إلى قطع نقدي وأوراق مالية قطع نقدي وأوراق مالية القطع النقدي هي قطعة مصنوعة من المواد الصلبة تكون موحدة في الوزن وتنتج بكمية كبيرة لسهيل التجارة العملة المستخدمة في المغرب وهي الدرهم أجزاء الدرهم وهي في الدرهم الواحد نجده 20 قطعة من 5 سنتيمات إذن الدرهم الواحد زائد الدرهم تساوي درهمان درهم زائد درهم زائد درهم زائد درهم خمس مرات تساوي 5 دراهم أي 5 ضارب واحد درهم تساوي 5 دراهم مضاعفات الدرهم وهي 10 دراهم تساوي 5 زائد 5 دراهم وأيضاً مضاعفات الدرهم 20 درهم تساوي 10 دراهم زائد 10 دراهم أو 10 زائد 5 زائد 5 أيضاً 50 درهمان تساوي 10 خمس مرات أو 20 مرتان زائد 10 وخمسون زائد 50 تساوي أيضاً 100 درهم ممثلة في قطع أو أوراق نقدية 200 درهم وهي 100 زائد 100 أما 200 درهم فهي 5 أو 4 مرات من 50 درهم الآن نمر إلى التمرين الأول إذن أضع علامة على النقود التي ردها الكتبي الكريم وهي كالتالية أحسنتم التمرين الثاني وهو أحسب قيمة القطع النقدية والأوراق المالية في كل حالة نحسبها حسبوها جيد أحسنتم جواب صحيح نمر إلى التمرين الثالث أضع علامة على القطع النقضي والأوراق المالية اللازمة لشراء القميس اللازمة لشراء القميس جيد جداً أحسنتم أحسنتم الآن نمر إلى ثماني الآخر أربطوا كل علبة بالأوراق المالية والنقدية المناسبة أحسنتم أيضاً جيد جداً جيد جداً أحسنتم الآن نمر إلى الآخر أوراق أرسم أوراق مالية وقطع نقدية لتكوين المبلغ نفسه بثلاث طرق أو طرق أخرى مختلفة أحسنتم جيد جداً هناك ثلاث طرق إذن مع السلامة أعظمتم في حفظ الله ورعايته وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر